شكرا حكرا نحن جيدا لكي نرى لكننا لم نرى مبسوطين بالنتيجة بشكل عام بس مش مش مبسوطين بالاداء بشكل كامل. التنظيم مبسوط بالتنظيم بتاعنا. روح اللاعبين طبعا مبسوط منا. واللعب الماتش يتعملوا طبعا مكنت بشكل جيد. لما حققتش حكيت نقطة عالكورة والعب امل مرتدت بشكل سريع. قم نحط كارات سيئة في النقلات. في البساطة. بس الماتش خارج بالشكل لأن الضيون ستحوز الطبعا مستقبل نقطة عالكورة. لكن كما رأينا قلق على ما يمكننا التحوز الطبعا. لذلك، لذلك لن نقوم بتحوز الطبعا. عمد للغاية سيد المغرى. لكس نعملاتين، كدراتين، كثيرتين. كيف تحوز الطبعا تحوز الطبعا؟ كيف تكون ربما تستمع لتحوز الطبعا؟ هذا هو شيء الذي تعرفه جميعاً أن تأتي إلى المدينة الماضية هذا يجب أن تكون مختلفة لكن هل أنت تأتي إلى ذلك؟ أنا فقط لا أريد أن تأتي إلى المدينة كيف كان ذلك لك؟ أذكر كارابو أذكر أن أولاً أن أأتي هنا لست أولاً أشعر أليساً أنا أخبط هنا بمضادر كما كان أخبط هنا كما كان مدرب وأنتم لعب مع أميد سندا لأنني أشعر لتشعر أليساً وأنتلات سبعة سنينة منا أتنى لعب مع مجدينة الماضية مع السندانس أتذكر أول مرة أحبناً نحن أفتح لهذا المال أنا أخبط هنا ولكن أنا أتنسى أليس أشعر أليساً عندما أرأت الطفل أنا بس اتأثرت حتى لما شفت اللوحات اللي كانوا مسكينها بره وقفوا يعني اللوحات اللي كانت ضده ووقفوا الوتوبيس وكان فيه هجوم عليه الناس كانوا شتموه شتموا والدته قلت لنفسي كمفود اعمل ايه اللي فرقة دي اكتر من كده عشان انول احترامهم لكن ده كنت قدم انا متفاهم ده وانا عايف الشخص اللي عمل ده كويس وعايف مين الشخص الورده ووكي هو من دقيق عشان اخرق لازم اتحرك ومن دقيق نمشيت لا لازم استمر في حياتي مش عايز اتكلم اكتب كده الاشياء اللي سوفتها قبل المباره دي في جنوب افريقيا اواريكو الرسائل جات اللي اعترفوني وشوف حاجات تانية كان ميجيلي ايميلاات وميجيلي رسائل اواريكو الرسائل جات من مكاتب رئيسية وهو شخص واحد بس ممكن يسمح بدا من ايميلاات توصلني بالايميلاات دي من محاميين سبت ليه ومشيت ازاي في يوم ايام حكت بكتاب وحط فيه الحاجات دي اعترفت بالحاجات دي اوكي لا تتحرك ومقافش عندها حاجة زي كده ومكامل عطول لكن طبعا صعبة جدا اعتدتك يا سيبت فريق كبير قوي فريق كويس جدا والمدارب خد فرق من افضل فرق اللي كنت خدتها اصلا في حياتي اللي تولدت بمساوتها وستبتهم بسلام وسلمنا لبعض تصفحنا قبل ما امشي لكن داتي شافت دات الموضوع مفوش سلمنا ومش عايز اتكلم اقترب من كده الموقف زي ده بعد كده قداما حكتب كتاب بعدها عشان الشخص هو سابني امشي سابني امشي ومشي نعم 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 ملاتب نعم 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 وما خسرت مراتوب الروعة في نهاية وما رشرت بالنسبة لنهاية مش تلعب بس مجاهد انك لعبك رائعة وممكن تؤدي لازم تكون عندك خبارات زي كاس العالم بذبط لازم تعاف ازاين تلعب مرشições كي بيها المستوى كاس العالم اظنني انه ليس من الموت انا مش هزا كايم كتابة سانداوز واحدة يعني اتكلم عن ادام ولو مشاغلين صحة ولا غاضي مش بتاعتي انا. لكما بتاتلعبين مهم خرجهم. اما اللعيبة دول هما كانوا عمليهم مشاكل لما المدالب خرجهم. شفتوا في الشرط اوليكا بيلعبوا بولي الخطوط وكان لعبهم ادام وشادوية. لما تطلحوا منازل لعيبة تانين. طبعا لازم تعمل كروسات. احتمد على كروسات. انا عندي لعيبة اكسامة كبيرة. وعندي حارس كبير. كنت متطمئ. كنت مفسوط نوع غير عماية تغيادة ونازل لعيبة تلعب على الاطراف وتعمل كروسات. وهو عملي الكروسات لا يمكنك عيزه بطبط بوريا. وضا فظل حاجة حصلت لي بصراحة. التغييرات العملة. كنت لا أريد أن يتكلم كثيرا. عمارة بني بكي؟ بسؤال مسلماني طبعا المهاني فخصة. من أنها مصرات المسلمين للحجم. ماذا يا مستجل لك؟ بولي 70 مليون إحنا هو تقدمنا ووصلنا الدور قبل النهاية باندي يوم يجو مع كاسوبر في قطر علينا نركز فيه الآن ده خلاص خلص ونقلب الصفحة نرسكو على الدعم للتو وكل حاجة ساعتنا فوت صبر علينا ملعبش كويس جدا بس بنعمل بنعمل على خانة بنعمل على خانة بنأدي حاجة بكون حقناها أهم حاجة في الدوري وعملناها قلاص والكاس قبل كده كسبناه كاس مصر والشامبينزيق بطوط أفريقيا السابقة كسبناها ووحنا كاس العالم خدنا مدالي الأفريقيا وذلك قبل النهائي بطوط أفريقيا النسخة اللي بعدها ونركز على كاس السوبر اللي جاي وعندي يا كاس سوبر المطري وعندي الحاجة ده نفكر فيها أكتب أكتب حاجات صغيرة نحن فيها الأكبير أجل تلك الأكبير نعم سيجب أن تتعلم من خبراتك أنا أتعلم منها ومن خبراتي اللي تعلمت بنا اللي بيحصل لحوصة بتوت أفريكا السالفية لما ترس مجموعتك بتحس أنك عالي وكبير دائما زي التراجي والوداد والأهلي وسانداوس بدايما عروس المجموعات في دور التمانية اللي أدركتو معاما سانداوس فكرة إنها تلعب المطش الزهاب برا وكلا عودة عندك بتفتكين عندك أفضلية عشان تلعب برا وحصلح بعد كده كم مرة جاتلينا دا؟ كم مرة حصلة في العودة كسبنا على أرضها بشكل مرض ما حصلتش خالص لازم تكسب على أرضك لأهو كده يعني بتبقى أفضلية لأي لانك بتدقي الضغط لي للخصوة بتاعك لما بتبقى العودة عنده هناك الفوتو بالحق نتيجة على أرض لذلك كل شيء هناك لن أقول أن تبقى أفضلية أولاً يساعد ولكن النتيجة هي المعيار أنا كنت في دال مدى التمانسيين عشان وده أساس كان مداب كبير ده ديته خبرات خليطه يبقى مداب كبير دواتي عندي خبرات في الدود أفريكا هل تشاهدون أن تشاهدون أن تبقى أفضلية 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 أفضلية؟ ثقلًا ما يريد أن تبقى أفضلية أفضليةما إنه لا تبدو أن تبقى أفضلية 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 تدفع ده بعد كده. بتدفع تمن ده. لان انت بتسني سكين زي ما يقول. افضل تحترم الخصف. وبعندك خطتك الشخصية. وحط خطتك العب بيه في الملعب. فكهة الاهلي مش افضل دفاع. ده مش ما ما كانت قالش. في نحس جانه ثلاثة جوان. فين بقى دفاع و مين الدفاع وضعيب دلوقتي. ممكن يقول ده نلعب افضل من التاني. وكي مش مشكلة. لكن كنت قد بها مكونات كتيرة عشو تكسب مبراه. مش تكسب بس مجالة بتلعب كويس وبتلعب بزكاء. في درمات سبتة في قرانة في درمات حرة. وانا اشتغلت بكسافة على ده بس. عندي عيبة اكسامها اكبر. ما عنديش شامسة اكسام صغيرة. اللعيبة بتاعتهم اكسام اصغر من اكسامنا. ما فيش ريكاردو وموسا بس اكسامهم جامدة فانكنت عايف ان هنجيب جول من دربة سبتة. شفتها كان كان عنده مشكلة. جسمه جامد بس كان عنده مشكلة بيصور عشان فيها. كان بيعاني. لكن عندها فانا اكسام جامدة. زي ما تلعب كاس العالم تفحت لفاندوسكي جسم وقلل ازاي. تخسر عشان فيه برضو زي ما قال فيها عناصر تانية. خسنا بكاء اتنين. التراجي خسنا اتنين من دربة سبتة. مين دولة تفتسو النهائي. كان الى شيفس الفاينل. بيسألوا بيها تحب تلعب مع كده شيفس الفاينل. انا باخترش الناس. انا بلعب ماتش. وعندي احترام دائما كده. شفت الجول اللي جابوه شايك كازو تشيفس. التقمين في المهم اللي جواني بتيجيب اللقاس بالدماع. سبب. سبب. دعم معنا ماتشي جامد هناك في تانزانيا. تعبونا. رجعوه هتنظمنا نفسينا وجبنا كون. وكسبنا. وفتكسب. مش هاضي. انا بحترم. كسبتها تقلقه. ليه ما احترموش. عنده خبرات. لينك مش شغل مش مشي كواس في الدوري. بس بيعافي زي يكسب. وجمالك معارضين محتاجينيا. نحن ببيعا افي المعارضين. نحن بكسب. نحن حكوم بمشكل متى. نحن نحن بيحبه. لكن لينك أتواك وحبه بسوطين الناس. يكسب أمي الاني احبت منها كثيرا وحبا في الناس. اخبري باموش و اهايه رائعة من هاتو في البداية. فإذا كنت بحيبه 8 سنين وافتخن ما اشتغلت معه بسفين لاتوا 8 سنين لوحدي كنت الوحدي كنت الوحدي قمنا الشيطة الله سرينو أحتاجه نغير